اسمحوا لي باسم قناة المحور وباسم برنامج الصديقان وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن كل العاملين في قناة المحور وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور حسن راتب رئيس مجلس الأمنة إني أتقدم بصادق التعازي لمملكة البحرين وجناب ملك البحرين وكل الشعب البحريني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين وأيضا إلى شعب البحرين الشقيق زي مولة الحضراتكم في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان الخليفة والتي وفتها المنية الثلاثاء الماضي سائلني المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيحة جناتي أنا مملكة البحرين وجناب الملك جلالة الملك حمد بن خليفة ملك البحرين لهم الحقيقة معزة خاصة جدا عند الشعب المصري وعندي أنا شخصيا ويمكن أحكي لحضراتكم أننا بعد 2013 شرفت بإني كنت ضمن وفد شعبي زار مملكة البحرين لتقديم الشكر والتقدير لمملكة البحرين وإلى جلالة الملك حمد على دورهم الإيجابي تجاه الدولة المصرية في 30 يونيو 2013 فكنت موجود الحقيقة مع وفد كبير ومحترم جدا أفتكر أنه كان على رأس هذا الوفد الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد والذي ألقى كلمة الوفد المصري نيابة عن الوفد المصري كله ألقاها في حضرة جلالة الملك حمد بن خليفة ملك البحرين والحقيقة استقبالنا ملك البحرين استقبال يعني يليق بالشعب المصري ويليق أيضا بمكانة البحرين المملكة العريقة جدا استقبال كان رائع جدا الإقامة كانت فوق الرائع جدا على حتى مستوى الاستقبال الشعب هناك في البحرين كان استقبال رائع جدا وأفتكر نحن وإحنا قاعدين مع جلالة ملك البحرين الحقيقة يعني تكلم عن مصر كلاما ربما يعجز أي مصري عن الإتيان بمثله والحقيقة يعني تكلم عن تاريخ مصر مع مملكة البحرين وتاريخ مصر مع العروبة وتاريخ مصر مع الإسلام وتاريخ مصر مع البعثات اللي بعستها مصر أو أرسلتها مصر إلى معظم الدول العربية لتعليم الناس وما إلى ذلك وتكلم عن ذكرياته مع مصر وهو صغير إلى آخره لكنه قال كلمة مهمة جدا قال إحنا هنا في البحرين يعني هو الأول سأل سؤال كيف الحال عاملين إيه كويسين وبعد ما تكلم كتير قوي عن مصر قال أخبار الجيش المصري فقال الحمد لله بخير الجيش عظيم ومحترم والشعب مع الجيش والجيش مع الشعب إلى آخره فقال إحنا هنا في البحرين نشعر بالأمن والأمان ونبيت آمنين مطمئنين على أنفسنا طالما أن الجيش المصري بخير وسلام الحقيقة كلمة هزتنا كلنا إزاي الناس في البحرين وإزاي ملك البحرين نفسه جلالة الملك حمد يقول عن الجيش المصري أن إحنا في البحرين بالنام مطمئنين وآمنين طالما أن الجيش المصري بخير يعني كلمة رائعة جدا شكرناها عليها الحقيقة وقعدنا مع رئيس الوزراء في هذا اليوم أيضا يعني جلسة مطولة جدا فأنا من هذا اليوم وأنا بحمل تقدير خاص جدا لمملكة البحرين ودورها العظيم مع الدولة المصرية وجلالة الملك حمد بن خليفة ملك البحرين ودوره العظيم جدا أيضا مع الدولة المصرية والشعب المصري والعلاقات بيننا علاقات ممتدة منذ مئات السنين وبيننا تبادل تجاري وبيننا تبادل ثقافي وعلمي وإحنا دولة واحدة وشعب واحد وقرار واحد ومستقبل واحد إن شاء الله فصادق العزاء لشعب البحرين وصادق العزاء لجلالة ملك البحرين وإنا لله وإنا إليه راجعون